السلام عليكم حبيباتي وصباح الخير عليكم وانشالله الفيديو ديالي تلقاكم كاملة كي ما راكم هنين وبخير وعلى خير البنات اليوم راح نشارك معاكم واحد الفطائر يجو بزف بزف بنان هايلين الحشو راح نديرو ببطاطا كي ما راكم تشوفو لي غليتها وقشرتها ويعني راني ندير لها فرماج ندير لها مغغاغين نحاول انني انتبلها باش جيني ابنينا بيس كا حانستعملها في الحشو درت هنا دو بون كيار زوجو مغارفها كاكي يعني قيس زوجو مغارفها معمرين تع ماكلها تع فرماج درت مغيرفها كبيرة تع مغغاغين درت المعدنوس ومبع كدو كتشوفوني ندير الملح ولفلف لكحل وحاولت نكرا زي الجيكخاز البطاطا ديالي بطريقة اللي راكم تشوفوها فيها دو بخيرانس البطاطا ما تخلوهاش تبردي سماغت تقشروها ديرو هاد العملية اللي درتها انا شوفو كيفاش رجعتها لازم بطاطا التعنا تكون رطبة لجير كوميون موس يعني نحاولو اننا نخدموها مليح ومبعكزت لها الملح ولفلف لكحل هنا هاد الكمية اللي كنتشوفو فيها راح نقسمها نصح هنديرو عجيجات تع بطاطا ونصح هنديرو في الحشو تع الفطيرة تعنا فطائر بزف 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 بنان العجينة ديالهم مانيفيك يعني تقرمش راح ينبعدو شوية له هادي كلاتيكستيوغ تع البغيوش جي قرمشة مانيفيك يعني بزف شابين والمقادير تع العجينة بزف بسيطة كسس والعجينة ولا الحشو كيما كنتشوفو هنا عندي ربعمية غرام تع فارينا قريصة تع الملح ونسحقو كيما راكو تشوفو شوية تع لاليفيوخ الخميرة الكيميائية قسم مغيرفة صغيرة تع قهوة فقط ما تزيدوش يا نص مغيرفة تع قهوة يا مغيرفة حنا هادي لاليفيوخ بش تعطي لها شوية الخفة فقط ماشي بش يعني تتنفخو له وعندنا كاس ناقص منو اندواء كيما راكو تشوفو ما يساوي 140 غرام بالناس اللي تحبي يعني بالميزان ونبسس الفارينا ديالي عادي انا هنا درت رشا تاع البنات تاع الجلجلان المحمص تديروه كيما قدرتو وينقدر تورمو الجلجلان هراه كالسيوم العظم وهنا عندي كاس نحو منو دودوة تنقصو منو زوج سبعتين تع الماء ونبدأ نعجن فلابات تعي يعني نعجنها قسمة ولي رطبة المهم لعجينة ديالي تجي طرية بصح ما تجيش تتلاسق بش نقدروا بعدا نفورميها كيما راكو تشوفو معايا في الصورة الميز تحد الفارينا عطا لي كاس ناقص دودوة وشوفو كيفاش جات الطرية لابات تعي بصح ما تلسقش في يدي أنا وش ندير دوكا جو نتوى بيان سور لبلان دو تخافي ديالي ونعطي هاد بزات يعني نعجنها بطريقة لكو تشوفو فيها ماشي نعجنها لطول لنحس الفارينا ديالي ولا ترتبة في يدي فقط هادا ما كان ونبعدا اللمها في الفيلم أليمنتر ونخليها تريح في التلاجة أنا هنا ينسي نحتن قريب المغرب ان شاء الله باش يعني جوية ستاكك تلاشية نحطهم في الفوق باش ما يجي الحق المغرب ان شاء الله يكونوا سخونين هادا بالنسبة للناس اللي عندهم الصايمين في الدار سينو هاد الفطائر او جاي الصيف بزاف شابين الحشو انا اليوم درت بطاطا يعني حشوة اقتصادية لكن انتو ما تقدرو تديرو فيونداشي تقدرو تديرو السلق تقدرو تديرو الجاج ديرو وش حبيتو انا المهم عندي الفكرة وصيغتو لابات اللي قلي بلوس يعني بلوس كماني فيك شوفوا لابات التاعي هنا شريبة ديالي الله الله هايلي كالطيب وهنايا هاد الحشو بتاع البطاط راح نزيد له حبة بصلة كبيرة لدبلتها تخيط خيبيا في الزبدة راح نخلطها مع هاد الخالط وبعدها نقسمها النص قتلكو منديرو في الحشو والنص نديرو اعجيجات ولا كيما يقولو ناس الغرب المعقودة هنايا بيانسور شوفوا الوسط يعني لابات التاعي درتها دوائر صغار الحجم تومة اللي تتحكمو فيه ودرتها في الماليمونتر بعد ما رتحت تخيبيا في التلاجة وبعدها بيانسور نوجد لبلاتو ديالي نوجد لبابي كويسان ونبدأ نخدم بطريقة لكو تشوفوا فيها هايلي كالكمية البطاطة قدمنا درت لفاغين وبينسور بحليول نبدأ نحل لابات ديالي نحاول انني نحل لابات حتى نتولير خامات بان شوفوا يعني نحل لها تخيبيا باش تجيني مرقة و تجيني فغيما كوستيانت يعني تترتق ما بين سنان هادا هو الافنتاج تحد لابات شوفوا هاوليك الحشو هاكو ترمار كيو كانوا نديرو فيه كيفاش هاو خفيف ماذاك البصل اللي دبلتو تخيبيا وشو نقولكم يعني بان هادي بطاطة سينون توما ديرو وش حبيتو المهم نديرو خطوط هاكدا بالجري ورا وبعداتيك نحاولو نلمو الحواف وندوروها عادي كيما سيغار شوفوا مكاش ما اسهل هاهوليك وهاوليك سيغار دينا ولفاطرة دينا راهيليك واجده دو كندير معاكم حبيبها وحد اخرى نحلها بلغولو كيما كنتشوفوا والحجم انتو ملي تتحكموا فيه انا درت يعني كيما نديرو مسمن والا برك يجو شوية صغار على ليبولا تتعلي مسمن هاهوليك نديرو كميات البطاطة اللي دوزنها بطبع وباك ندير خطوط هاكدا ما نلحقش حتى يعني الحفة وباك نبدأ نلوي الفلعجينا على لابات ديالي يعني تندير فيه وقفة وحقيقة يعني المدق ديالها رائع وبعدها بينسروا جد شوية سانوج و بينسروا حبيبة تعول الدلجاج نباضي جوني لهادو ما لسيقار ديالي ول الفطائر بتاعي بحبيبة تعول الدلجاج اللي دائما ديالها رشا تعالفاني تعطيني واحدة رائحة ديجا كيعدو يطيبو في الفوق واحدة الريحة اللي في الدار مانيفيك ومبعك نزينهم من الفوق بشوية سانوج وشوية جلجلان ونقول ونعاود لبنات الجلجلان الناس اللي معنهمش الكالسيوم في العظم بروفيتي والجلجلان ما كشكي ما هو خير ملحلي بخير من الفورماج يعني الجلجلان راهو فيها فوائد بزف بزف ملاحة ولا كي ما كنت شوفوا سانوج جلجلان سخنت الفوق ديالي على 160 درجة وريقلت الساعة ديالي 23 دقيقة يدولك من 20 حتى 23 دقيقة والباقي تعال الباطاطا وش درت درت فلفل عكري كمون وزدرت زوج سنينة تتعتم بش جيني يعني العجيجة تتاعي يجوني بنان ولا كي ما كنت شوفوا هاهو ليك زوج سنينة الصغار تعتم هاهو ليك فلفل عكري وهذاك البيض اللي قعد لي تعا كي ما كنت نديرهم فوق الفطائر زي تكملت درتهم هنا يا مع العجيجة عجنت تخي بيان لباتتاي وبعدها فورميت ديبول كي ما كين ديروا بيان سور العجيجة وحطيتهم في التلاجة يبردوا ولا بشكي الحق قريب المغرب تمك نقليهم وتانيك بش يشدوا لي روحهم كي ما را كنت شوفوا هاهو طريين لو كان ديرهم سور بلاس نخافوه يتحلونه في المقلع هلو هنا يا هاهم ليك الفطائر تانا شوفوا المنظر ديالهم يشهي والمدق ديالهم مالكري كانت الحشوة بزاف اقتصادية يشريبها تاعي طفيت عليها راهي ليكتابت الفطائر ديالي تانيكتابوا الشكل ديالهم جميل وزيدون بلوستوك نفتح لكم حبيبات شوفوا الفويتاج مالكري خادمينهم غير بالزيت شوفوا البنات هاهو ليك انا تمنيت لو كان كانت عندي لها موزاريلا ولكن عندي هذا كل فروماش ما كانش عندي خلاص لي الفرماج قاعد لي غير فروماش بلو ميشوفوا النتيجة هاهي ليك شقابين على حواشيها كيتفتحوها مرملة مي ما عندهاش هذيك لا تكستور تاع بغيوش نو جي مقرمشة بزاف بزاف بنينا هاهي ليك البنات شاهدكم بصحة وانا يا البنات هم بعد هادوك العجيجة ديالي اغتستهم في الفارينا قبل وما كزيتهم في ولاد الجج وما كدرتهم فلاش ابلو وقليتهم كي ما را كنت شوفوا به هاد الطريقة يعني اللي نعرفوها كاملة كاملة نعرفوه نديرو العجيجات وهكدا كان الموني تاعي كان السامبل مي تخيط خيبون بزاف بنينا هاهي ليك نقليهم نسخن الزيت ونقصلها شوية على النار متوسطى ونقلي العجيجات ديالي كلش فيهم طايب يعني باش نحمروهم برك وتكون عندنا هذيك القرماشة من الفق والطراوال داخل والعجيجات قد مدوا زنتهم ليح قد مجاوبنا ولا يعني يرانا نحو شوية استخاس على الحبيباتي اللي عندهم ولدتهم ومن جوزو في البوام لنقولهم والله يستقوني يعني كل دقيقة ندعي لكم مشاء الله تفرحوا ونفرح معكم يا رب العالمين على بلي باللي كلو استخاسة ودعي لفيكم حالا سي نغمال مكاش اعز من ولدتنا ومكاش حاجة تعود الفرحات عن نجاح تعدراري ولوح كوراج ونعندنا نملكو لهم دورك غير الدعاء وله هنا يا بيانسير نقطر العجيجات ديالي فهذا الورق النشاف هذا يا باش يعني نحو كامل على الكسيتها الزيت وبيعدي لقنوا بعدتيك بيانسير نقدموهم بالصحة ولا هنا وله هنا هذا بالنسبة لمنوتة العشاء والفطور بيانسير للصايمين وبعدها البنات بيانسير رانا بدينا كاملا جو بانسا كو كيمة احنا يا الوراقي والكتابات باش نفرزو الوراقي اللي نرموهم نرموهم ولي نمدوهم نمدوهم صدقوني هدي هي كاشو قولو الخدمة اللي يجي فغي ما تشد بزا في الوقت انا نديرها على مراحل يوم نقصت شوية ومباك اغدوها شوية المهم انا شاك فا نشارك معاكم وجدرت بس كيفي حكمت الكتابات حطيتهم يعني تعال بيورو اللي كان في الوسمو هنا شوفوا هادلو الليفغ اللي تعلموا بيهم ولي داتكم الساعة عشيتوا فلافوغ البنات هايل يعني تقدروا تعلموا الطفل الساعة بطريقة سهلة بيسك في هادا كلو ديسان يعني بالتفصيل المهمل هاد كتابو اللي لقيتوه البنات يفو بالوغاتي بيسك يعني داري صغى سنة اولى تحضيري حتى سنة تانية بيش يتعلموا الساعة بيسكوا بديت نفرز الكتابات اللي راح نمدهم حنا يا فلافامين تبدلوا الكتابات على كل حال وبديت كل حاجة نفرزها ونحطها في الساشي ديالها شوفوا هنا كيفاش فرزوا حتى تكونش في الساشيات ولي يترمها وليك في الساشي ووشا نقولكم ربي يكون في عنا عنا وربي ان شاء الله ينجح وليداتنا وان شاء الله كيما رانا كامنا كامنا هاد يعني في القناة نفرحوا البعضانا ودركا حبيباتي ما قاعد لي غير نقولكم ان شاء الله اربي يفرحكم ويفرحني الفرحتكم وان شاء الله يا ربي الفيديو الجاي يلقاكم تاني بخير وعلى خير ونقولكم حبيباتي دمتم في رعاية الله وحفظوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة